وصل جثمانا لرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجثمين مرافقي إلى العاصمة طهران في سياق مراسم التشييع بعد مصراهم في حادث تحط مروحية كانت تقلهم في شمال غربي إيران وقبل وصول الجثمين طهران توفدت حشود من الإيرانيين على الساحة الرئيسية بمدينة تبريز في جنازة شعبية ومن المقرر أن يؤدي المرشد الإيراني الصلاة على الجثمين في طهران عشية مراسم وداع مهيبة تقام في العاصمة غدا الأربعاء